موسيقى اهلا بكم النهاردة هنعمل مع بعض جوانتي للاطفال بشكل خروف زي ما احنا شايفين ده شكله الجوانتي مناسب لاطفال من سن 6 ل7 سنين وممكن ل8 سنين مناسب بناتي واولادي شكله جميل ومبهج زي ما احنا شايفين ومناسب للاطفال كمان خطوات عمله سهلة وبسيطة هننفذها مع بعض خطوة بخطوة وكمان هنشوف ازاي نقدر ننفذه باي مقاس فهنشوف مع بعض هنعمله ازاي لكن قبل ما نبدأ لو كنتم بتابعونا من اليوتيوب اعملوا اشتراك او سبسكرايب وفعلوا التنبيه او الناتيفيكيشنز من علامة الجرس اما لو كنتم بتابعونا من الفيسبوك اعملوا لايك للصفحة الخيط اللي هنستخدمه هو إليز سيكرين بيبي والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس 3 وتقدروا تستخدموا اي خيوط تفضلوها تكون متوسطة السمك وكمية الخيوط اللي هنستهلكها هنستهلك من اللون الاساسي اقل من 50 جرام اما الالوان التانية فهنستهلك كميات بسيطة ممكن ننفذها من بواقي خيوط تكون اقل من 20 جرام ولو حبيتوا تشتروا اي ادوات او مستلزمات للكروشي اونلاين موجود تحت في الوصف لينك تقدروا تشتروا منه من اي دولة في العالم هنبدأ سلسلة البداية هنبتدي ب3 غرس سلسلة 1,2,3 هندخل بالإبرة في الغرزة الاولى نعدي الخيط منها ومن الحلقة اللي معانا على الإبرة فنقفل الغرزة الاولى مع الغرزة الاخيرة بغرزة نائمة او منزلقة ونكون حلقة هنبدأ نبني اللفات على الحلقة دي هنبتدي اللفة الاولى بغرزة سلسلة ارتفاع وهنشتغل اغلب جسم الجوانتي بغرز الحشو هندخل جوه الحلقة اللي كوناها من سلسلة البداية زي ما احنا شايفين جوه الحلقة مش في غرز السلسلة ونبدأ نعمل غرز الحشو بتلف على سلسلة البداية هنبدأ اول لفة هتكون عبارة عن عشر غرز حشو هننفذهم بنفس الطريقة اللي وضحناها زي ما احنا شايفين غرز الحشو بتلف على سلسلة البداية زي ما احنا شايفين عملنا عشر غرز حشو هندخل في غرزة السلسلة سلسلة الارتفاع اللي بدأنا بيها اللفة نعدي الخيط منها ومن الحلقة اللي معانا على الابرة فنقفل اللفة بغرزة نائمة او منزلقة وهيتكرر معانا دايما الخطوطين دول في بداية اللفة بنعمل غرزة سلسلة ارتفاع وفي نهاية اللفة بنقفل عند غرزة سلسلة الارتفاع دي بغرزة نائمة او منزلقة بدأنا اللفة التانية بغرزة سلسلة ارتفاع في اللفة التانية هنبدأ نشتغل بغرز تزايد وغرز فردية هندخل في أول غرزة وهنعمل غرزة حشو واحدة ودي هتكون الغرزة الفردية الغرزة التانية هنعمل فيها غرزتين حشو مع بعض ودي هتكون الغرزة التزايد هنكرر الترتيب غرزة فردي غرزة فيها غرزة حشو واحدة الغرزة اللي بعدها تزايد فيها اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة وهنكمل اللفة التانية بنفس الترتيب وصلنا لنهاية اللفة التانية هنقفل زي موضحنا عند سلسلة الارتفاع اللي بدأنا بيها اللفة نقفل اللفة بغرزة نائمة او منزلقة. هنبدأ اللفة التالتة هنبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع في اللفة التالتة هنبدأ نزود الغرز الفردية هنزودهم غرزة كمان فهيبقى هنشتغل غرزتين فردي كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة الغرزة التالتة فيها التزايد اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة ونكرر نفس الترتيب غرزة فيها غرزة حشو واحدة الغرزة التانية برضو فيها غرزة حشو واحدة والتالتة هيكون فيها التزايد اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة ونكمل وصلنا لنهاية اللفة التالتة وقفلناها بغرزة منزلقة ونبدأ اللفة الرابعة هنزود الغرز الفردية لتلاتة واحد اتنين تلاتة تلاتة غرز فردية كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة الغرزة الرابعة فيها التزايد ونرجع نكرر نفس الترتيب اللفة اللي بعدها هتكون برضو هنمشي بنفس الترتيب هنزود غرزة فردية هيكون اربع غرز فردية والغرزة الخمسة هيكون فيها التزايد فزي ما احنا شايفين اول لفات بدأناها التانية والتالتة والربعة والخمسة زودنا بدأنا بغرزة فردية واحدة والغرزة التزايد اللي بعدها اتنين والغرزة التزايد واللي بعدها تلاتة زودنا غرزة والغرزة تزايد واللفة بعدها او الرابع في اللفة دي هيكون فيها اربع غرس فردية والغرزة الخامسة فيها التزايد فهنكمل اللفة اخر لفتين بالطريقة اللي وضحناها زي ما احنا شايفين كملنا اخر لفتين اللفة اللي كان فيها تلات غرز فردية وبعدهم التزايد واللفة اللي فيها اربع غرز فردية واللفة الخامسة فيها التزايد اول لفات عملناها اول خمس لفات هي اللي بتحدد معانا اتساع الجوانتي فمن خلال اللفات دي بنقدر نغير في الاتساع نزود او نقل بيكون الاتساع زي ما احنا شايفين على بداية الصوابع بنحدد الاتساع واحنا في مقاسنا هيكون الاتساع في الجزء ده مش بالضبط على قد الصوابع هيكون في زيادة شوية لكن لو حابين تخلوه مظبوط او تغيروا اي تغيير في الاتساع فزي ما وضحنا هيكون من خلال اول لفات هنعمله هنبدأ اللفات احنا هنقف باللفات اللي فيها التزايد لحد اللفات دي هنكمل اللفات الجاية بعدها هتكون كل الغرز فيها فردية هتبدأ تزود معنا الطول زي ما وضحنا اللفات الاولى بس هي اللي كان فيها التزايد ووقفنا عند الاتساع اللي محبين هنبدأ كل لفة بغرزة سلسلة ارتفاع وهنشتغل في كل غرزة بغرزة حشو واحدة مش هنعمل اي غرز فيها تزايد زي ما وضحنا اللفات كلها هتكون فردية كملنا زي ما احنا شايفين لفات الجزء الاول من الجوانتي اللي هيغطي الاصابع عملنا اللفات الفردية 13 لفة وهتتحدد اللفات دي على حسب طول الجزء ده من بداية كف الايد زي ما احنا شايفين من بداية الاصابع لحد بداية صابع الابهام وبرضو في مقاسنا هيكون فيه زيادة بسيطة عن الجزء ده هيكون عندنا الجزء اللي في الاول ده فيه واسع شوية على ايد الطفل او على المقاس اللي احنا مختارين لكن عموما زي ما وضحنا هنحدد طول الجزء ده واتساعه على حجم بداية كف الايد لحد بداية صابع الابهام هنبدأ اللفة اللي عليها الدور هي اللي هنبدأ نعمل فيها الفتحة لصابع الابهام نخلي بالنا من خطوة مهمة من خلال الخط اللي بنبدأ وننهي عنده اللفات هنحدد الاتجاه اللي هنعمل عنده فتحة صابع الابهام للايد اليمين او الايد الشمال لو هنعمل او احنا بنشتغل في الايد اليمين هتكون فتحة صابع الابهام على الشمال من الخط ده اما لو بنعمل العكس الايد الشمال هتكون الفتحة على الايد اليمين هنحددها ازاي هنبدأ مع بعض لو هنعمل الايد اليمين وهتكون الفتحة على الشمال هنبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع ونبتدي نعمل اربع غرز فردية واحد اتنين تلاتة اربعة زي ما احنا شايفين اربع غرز فردية ونعمل سلسلة ست غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ونحسب ست غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عند الغرزة رقم ستة هنعمل غرزة الحشو اللي عليها الدور ويتكون بالشكل ده فتحة صابع الابهام دي هتكون للايد اليمين ونكمل باقي اللفة زي ما احنا شايفين واصل السلسلة عملناه بغرزة حشو ونكمل باقي اللفة بغرز حشو فردية ده زي ما وضحنا لو هنكون بنعمل الفتحة على الجزء او على شمال الخط ده اما لو هنعملها على اليمين هنبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع وهنبتدي نشتغل كل الغرز او اللفة لحد ما نوصل لنحسب الاربع غرز اللي هنسيبهم والست غرز نبدأ قبلهم نعمل السلسلة هنشوف وصلنا زي ما احنا شايفين ابتدينا اللفة وهنقف عند اخر عشر غرز في اللفة هنبدأ نعمل السلسلة ست غرز ونعد ست غرز نسيبهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عند الغرزة رقم ستة هنعمل غرزة الحشو اللي عليها الدور فهيكون زي ما احنا شايفين الفتحة لصابع الابهام في الاتجاه اليمين ودي هتكون الايد الشمال نكمل باقي اللفة باقي الغرز ونقفل اللفة بغرزة نائمة او منزلة يبقى زي ما احنا شايفين دي هتكون الطريقة اللي هنعمل بها فتحة صابع الابهام سواء على الايد او للايد اليمين او للايد الشمال هنبدأ بعد ما عملنا السلسلة دي نبتدي نعمل اللفات الجاية وندخل فيها الجزء ده او السلسلة في النسيب هتكون اللفات الجاية هنعمل خمس لفات هيكونوا بغرز الحشو الفردية زي ما احنا شايفين وصلنا للسلسلة هنبدأ نشتغل في كل غرزة من غرز السلسلة اللي عملناها لصابع الابهام في كل غرزة هنعمل غرزة حشو واحدة زي ما وضحنا هندخلها في نسيج اللفات ونكمل اللفة للاخر نقفل ونبدأ اللفة اللي عليها الدور ونكمل باقي اللفات الخمسة عملنا لفة هنكمل اربعة وزي ما وضحنا هيكون خلاص فتحة الابهام عملناها والجزء ده هيكون خلاص دخل في اللفات كملنا زي ما احنا شايفين اللفات اللي عملناها بعد صابع الابهام الجزء ده زي ما احنا شايفين هيبتدي بيبتدي قبل المعصم او قبل المفصل بيبتدي العرض فيه قل فهنبدأ نعمل بعض التناقصات عشان تقلل في حجم اللفات هنعمل التناقص هيكون على جنبين اللف تناقص تحت فتحة صابع الابهام وتناقص في الجانب التاني مقابل لي هنبدأ هنبتدي بغرز بحد ما نوصل نزبط زي ما احنا شايفين الخط ده في النص عشان نزبط اماكن التناقص نبدأ في الجنب ده هنعمل تناقص واحد غرزتين زي ما احنا شايفين هندخل في الغرزة الاولى ومش هنقفلها هندخل في الغرزة التانية نبدأ نعمل غرزة حشو برضو ومش هنقفلها ونلف الخيط نعديه من الغرزتين نقفل غرزتين الحشو مع بعض ويكون ده اول تناقص نعمله فيه اللف نكمل بعده الغرز فردية لحد ما نوصل للجانب التاني تحت فتحة صابع الابهام زي ما احنا شايفين وصلنا تحت فتحة صابع الابهام هنعمل في اللفة دي تحت فتحة الصابع الابهام هنعمل مرتين تناقص زي ما احنا شايفين تدينا نشوف من الاول ندخل في اول غرزة نبدأ غرزة الحشو ما نكملهاش الغرزة التانية نبدأ غرزة الحشو وما نكملهاش ونقفل الغرزتين مع بعض نروح للغرزتين اللي عليهم الدور نبدأ اول غرزة وما نقفلهاش الغرزة التانية ونقفل الغرزتين برضو مع بعض فنعمل مرتين او غرزتين تناقص كل غرزتين نقفلهم مع بعض في اول لفة هنعمل فيها تناقص اللفات الجاية هنعمل تحت صابع الابهام لفة او غرزة واحدة بس فيها تناقص يعني اللفة الاولى من لفات التناقص هي بس اللي هنعمل فيها غرزتين او مرتين تناقص نكمل باقي غرز اللفة الفردية نبدأ اللفة التانية لحد ما نوصل للمكان تحت الغرزة التناقص اللي عملناها في اللفة اللي فاتت زي ما هنشايفين عند الجانب الاول تحت الغرزة التناقص هنعمل برضو غرزة التناقص اتنين غرزتين حشو نقفلهم مع بعض ونكمل اللفة نروح تحت صابع الابهام نعمل التناقص التانية وصلنا تحت صابع الابهام زي ما وضحنا في اللفة دي واللفة الجاية هنعمل مرة واحدة بس تناقص زي ما احنا شايفين غرزتين نقفلهم مع بعض ونكمل باقي غرز اللفة فردية وزي ما وضحنا اللفة الجاية هتكون بنفس الطريقة يبقى التلات لفات اللي هنكتفي بيهم او هنعمل فيهم تناقص اول لفة هنعمل الجنب ده اللي مفيهوش او المقابل لصابع الابهام هيكون في التلات لفات في غرزة واحدة بس تناقص اما تحت صابع الابهام اول لفة هيكون فيها غرزتين تناقص واللفتين اللي بعدها هيكون في كل لفة غرزة تناقص واحدة بس في الجانب ده طبعا التناقص ده بنغيره برضو على حسب المقاس وعلى حسب حجم الجزء ده من الإيد وكمان عدد اللفات طوله برضو نغيرها على حسب طول الجزء ده من الإيد من بعد فتحة صبع الإبهام لبداية المفصل أو معصم الإيد هنكمل اللفة التالتة اللي فيها التناقص بالطريقة اللي وضحنا كملنا التلات لفات اللي عملنا فيهم التناقص وزي ما احنا شايفين عرض اللفات الأخيرة قل هنبدأ نعمل الجزء اللي هيكون على المعصم الجزء ده هنعمله بغرز العمود بلفة وغرز العمود بلفة الأمامية هنبدأ اللفة بتالت غرز سلسلة ارتفاع أول لفة هنشتغل بغرز العمود بلفة العادية في كل غرزة هنعمل غرزة عمود بلفة واحدة كملنا زي ما احنا شايفين اللفة الأولى من الجزء ده بغرز العمود بلفة هنبدأ الغرزة اللفة التانية هنبدأ بتالت غرز سلسلة ارتفاع ابتداء من اللفة التانية هنعمل تلات لفات بغرز العمود بلفة الأمامية هنلف الخيط ونروح مش هندخل في اللفات العلوية للغرزة هنلف بالابرة من وراء غرزة العمود بلفة أو الغرزة نسحب الخيط ونعدي الخيط نخليه يعدي من وراء الغرزة ويخلي الغرزة تتحرك لقدام ونبدأ نكمل عمل غرزة عمود بلفة لكن زي ما احنا شايفين هتكون بشكل غرزة العمود بلفة الأمامية نلف الخيط ونروح للغرزة اللي بعدها نعدي الابرة زي ما احنا شايفين من وراء الغرزة نلف الخيط ونعديه يعدي برضو من وراء الغرزة والغرزة تتحرك لقدام نكمل عمل غرزة العمود بلفة الأمامية نكرر زي ما احنا شايفين شكل غرز العمود بلفة الأمامية اللي عملناها وطبعا بنناها على اللفة الأولى اللي كانت بغرز العمود بلفة العادية هنكمل زي ما وضحنا ثلاث لفات فهيكون بالإضافة لللفة الأولى اللي عملناها الجزء ده أربع لفات كملنا آخر جزء زي ما احنا شايفين عملناه بلفات من غرز العمود بلفة الأمامية هنكمل جزء الصابع هنبدأ زي ما احنا شايفين من المكان ده من جوه ده الجزء ده هيكون جوه الإيد وده اللي هيكون الظهر واللي هنعمل عليه وش الخروف فمن جوه هنبدأ نوصل الخيط ونبدأ نعمل غرزة سلسلة ارتفاع ونبتدي نشتغل في الغرز اللي بتحيط بالفاتحة دي هنبتدي نعمل اللفات اللي هتكون الصابع زي ما احنا شايفين هندخل في كل غرزة ونعمل فيها غرزة حشو واحدة ندخل طرف الخيط معينا للتنظيف ندخل طرف الخيط معينا للتنظيف وصلنا لاخر غرزة وعملنا فيها غرزة حشو واحدة وهنقفل اللفة الاولى عند غرزة السلسلة اللي بدأنا بيها اللفة زي ما احنا شايفين لفة كاملة عند الفاتحة اللي عملناها في جسم الجواندي هنكمل بعدها اللفات الجاية بنفس الطريقة لفات من غرز الحشو الفردية عملنا سبع لفات بغرز الحشو الفردية هنبدأ نقفل اللفات ونقفل الصابع من فوق هنبدأ من اللفة رقم 8 نبتدي نعمل تناقص نبدأ اللفة بغرزة سلسلة ارتفاع ونبتدي ندخل في اول غرزة وما نكملهاش ندخل في الغرزة التانية وبرضو ما نكملهاش ونقفل الغرزتين مع بعض فنعمل غرزة تناقص الغرزة اللي بعدها هنعمل فيها غرزة حشو واحدة ونرجع تاني نعمل تناقص غرزتين حشو نقفلهم مع بعض الغرزة اللي عليها الدور هتكون فردية فيها غرزة حشو واحدة ونكرر الترتيب كملنا اللفة هنقفل عند غرزة السلسلة الارتفاع نقفل بغرزة منزلقة اللفة اللي بعدها هنعمل كل الغرز تناقص نبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع وكل غرزتين هنقفلهم مع بعض ونعملهم تناقص نقفل اللفة بغرزة منزلقة واخر جزء الفتحة البسيطة دي هندخل فيها في كل الغرز نقفلها كلها مع بعض في مرة واحدة وزي ما احنا شايفين نقفلهم كلهم ونقفل النسيج او اكتمل معانا نسيج الصوبة زي ما احنا شايفين اكتمل نسيج صوبة الابهام واكتمل معانا جسم الجوانتي طبعا بالطريقة دي تقدروا تنفزوا جسم الجوانتي واضيفوا عليه اي شكل انتوا حبينو ده الجسم او الشكل الاساسي تقدروا تضيفوا عليه غير وش الخروف اي شكل تاني حبينه كمان اي غرزة اشتغلنا بها في الفيديو سواء غرزة الحشو او السلسلة او الغرزة المنزلقة او غرزة العمود بلفه او العمود بلفه الامامية اي غرزة اشتغلنا بها حابين تشوفوا شرحها بالتفصيل تقدروا ترجعوا للفيديو المخصص لها لشرحها في فيديوهات الغرز في أساسيات الكروشية على قناتنا هنبدأ دلوقتي نعمل شكل الخروف هنبدأ بالودن هنستخدم خيط باللون الأسود لكن للشرحة هنستخدم نفس الخيط اللي استخدمناه في جسم الجوانتي هنبتدي سلسلة البداية للودن 3 غرز سلسلة هندخل في أول غرزة ونعدي الخيط منها ومن الحلقة اللي معانا فنقفل أول غرزة مع آخر غرزة بغرزة نائمة أو منزلقة نبدأ اللفة الأولى نبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع وندخل جوة الحلقة اللي كوناها من سلسلة البداية نعمل غرز الحشو بتلف عليها وهنبدأ أول لفة هتكون 6 غرز حشو هندخل في غرزة السلسلة اللي بدأنا بيها اللفة نقفل اللفة الأولى بغرزة نائمة أو منزلقة زي ما احنا شايفين اكتمالة اللفة الأولى هنبدأ اللفة التانية واللفة التانية والتالتة هيكونوا بنفس الطريقة نبدأ اللفة بغرزة سلسلة ارتفاع ندخل في الغرزة الأولى نعمل غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة الغرزة التانية هيكون فيها غرزة حشو واحدة ونرجع نكرر الترتيب غرزة فيها تزايد اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة والغرزة اللي بعدها هتكون غرزة فردية ونكمل زي ما وضحنا بنفس الترتيب اللفة التانية والتالتة وصلنا لنهاية اللفة التالتة هنقفل بغرزة منزلقة هنبدأ نعمل اللفات الجاية هتكون بغرز الحشو الفردية هنعمل أربع لفات من غير أي تزايد نبدأ كل لفة بغرزة سلسلة ارتفاع ونعمل في كل غرزة غرزة حشو واحدة وطبعا بنقفل كل لفة بغرزة منزلقة وعند غرزة السلسلة اللي بدأنا بيها اللفة هنعمل زي ما وضحنا أربع لفات بغرز الحشو الفردية كملنا زي ما احنا شايفين الأربع لفات اللي عملناهم بغرز الحشو الفردية هنعمل اللفتين اللي عليهم الدور هيكون فيهم تناقص هنقلل في حجمهم أو في عرضهم اللفتين هيكونوا بنفس الطريقة هنشتغل نبدأ برضو اللفة بغرزة سلسلة ارتفاع ونعمل في كل لفة مرتين تناقص هنوزعهم توزيع عشوائي ممكن نعمل غرزة تزايد في البداية وغرزة في النص أو على الجنبين نعمل التناقص زي ما وضحنا مرتين نوزعهم في اللفتين الجاي هنبدأ زي ما وضحنا نعمل غرز فردية ونبدأ نعمل غرزة تناقص نكمل غرز فردية ونعمل بعدها مرة تانية تناقص وبنفس الطريقة هنعمل اللفة الجاية برضو فيها مرتين تناقص نوزعهم زي ما احنا شايفين المرة التانية نوزعهم بأي توزيع بين الغرز الفردية اللي فيه اللفة كملنا اللفتين اللي عملنا فيهم التناقص مرتين تناقص في كل لفة وزي ما احنا شايفين حجم اللفات آخر لفتين هنعملهم هيكونوا بغرز الحشو الفردية هنبدأ اللفة بغرزة السلسلة الارتفاع ونعمل في كل غرزة غرزة حشو واحدة اللفة دي وكمان لفة بعدها كملنا آخر لفتين بغرز الحشو الفردية هنتني الودن زي ما احنا شايفين طبقتين يكونوا مقابلين لبعض ونبدأ ندخل في كل غرزتين مقابلين لبعض ندخل في غرزة في الجنب ده وندخل في الغرزة المقابلة لها في الجنب التاني نعدي الخيط من الغرزتين ومن الحلقة اللي معانا على الإبرة فنقفل بغرزة منزلقة الغرزتين اللي بعدهم نقفلهم بغرزة منزلقة الغرزتين اللي عليهم الدور نعدي الخيط منهم ومن الحلقة اللي معانا على الإبرة فنقفل بغرزة منزلقة ونكمل بنفس الطريقة الغرز كلها ونقفل الودن نقص الخيط وزي ما احنا شايفين اكتملت معانا الودن بنفس الطريقة وبنفس الخطوات هنعمل الودن التانية هنبدأ نعمل نسيج العين هيتكون نسيج العين من جزئين الجزء الكبير اللي هيكون باللون الابيض وفوقه هيكون جزء صغير باللون الاسود هنبدأ بالجزء الاكبر هنبتدي سلسلة البداية فيها تكون خمس غرز ثلاثة، أربعة، خمسة هنسيب أول غرزة وندخل في الغرزة التانية نعمل غرزة حشو ونعمل في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة حشو واحدة لحد ما نوصل لآخر غرزة وصلنا للغرزة الأخيرة هنعمل فيها ثلاث غرز حشو مع بعض في نفس الغرزة يبقى زي ما وضحنا عملنا خمس غرز سلسلة سيبنا أول غرزة وابتدينا من الغرزة التانية نعمل غرز حشو فردية في كل غرزة من غرز السلسلة لحد ما وصلنا عملنا ثلاث غرز والغرزة الرابعة أو الأخيرة في السلسلة عملنا فيها ثلاث غرز حشو مع بعض في نفس الغرزة وهنبدأ نكمل نعمل لفة كاملة على جانبين السلسلة هنشتغل في الجانب التاني نعمل مقابل لكل غرزة حشو في الجانب التاني غرزة حشو واحدة نعمل ثلاث غرز على الجانب التاني مقابلين لأول ثلاث غرز وعند غرزة السلسلة اللي سبناها في البداية أو أول غرزة نقفل اللفة الأولى بغرزة نائمة أو منزلقة زي ما احنا شايفين اكتملت معينا اللفة الأولى التزايد الوحيد اللي فيها كان في آخر غرزة من السلسلة ثلاث غرز حشو مع بعض في نفس الغرزة هنبدأ اللفة التانية نبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع وفي أول غرزة هنعمل غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة ده التزايد الأول أو عند اللفة دي أو المنحنة ده أول غرزة فيها اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة الغرزة التانية فيها غرزة حشو واحدة الغرزة التالتة برضو فيها غرزة حشو واحدة ووصلنا للثلاث غرز اللي فيه المنحنة التانية أو اللي كانوا في آخر غرزة سلسلة هنعمل في كل غرزة من الثلاثة غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة نبدأ أول غرزة فيها اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة، الغرزة الثانية برضو فيها غرزتين في نفس الغرزة، والغرزة الثالثة فيها برضو تزايد اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة. ونكرر بالعكس الترتيب للنصف الأول، نبدأ بالغرزتين الفردي، كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة، وآخر غرزة هيكون فيها التزايد، اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة. وعند غرزة السلسلة الارتفاع، نقفل بغرزة نائمة أو منزلقة، ونقفل النسيج، نقص الخيط، وبكده اكتمل معنا النسيج الأكبر للعين، وطبعا بنفس الخطوات هنعمل لكل إيد من الجوانتي نسيجين للعينين. الجزء الأسود الصغير، هنبدأ فيه سلسلة البداية، هتكون ثلاث غرز سلسلة، نقفل أول غرزة مع آخر غرزة بغرزة نائمة أو منزلقة، ونعمل هيكون لفة واحدة، هنبدأها بغرزة سلسلة ارتفاع، وندخل جوة الحلقة اللي كوناها من سلسلة البداية، مش فيه غرز السلسلة، ندخل غرز الحشو تلف على السلسلة، ونعمل 8 غرز حشو، 8 زي ما احنا شايفين، 8 غرز حشو، وعند غرزة السلسلة، نقفل بغرزة نائمة أو منزلقة، نقفل اللفة، ودي هتكون الجزء اللي هنعمله باللون الأسود، وهيكون فوق الجزء الأبيض اللي عملناه، هنبدأ نثبت أجزاء وش الخروف، هنبدأ بالعينين، هنثبت الجزء الأبيض أو الجزء الأكبر على الجنبين بالشكل ده، هنثبت طبعا كل الأجزاء بالخيط والإبراء اللي عاديين بالخياطة عادية، نثبت الجزء الأسود، والودنين هيكونوا فوق صابع الإبهام، هنثبت الودن الأولى، وفي الجانب المقابل لها هنثبت الودن الثانية، وبرضو زي ما وضحنا هيكون تثبيت بخيط وإبرة عادية بخياطة عادية، وصلنا زي ما احنا شايفين الأجزاء اللي عملت وش الخروف، عملنا العينين والودنين، آخر جزء هنعمله هو الجزء اللي هيكون فوق اللي هيكون زي فروة الخروف، هنستخدم في عمله مجموعة من الخيوط زي ما احنا شايفين دي هتكون أطولها، هناخد الخيط، ونبدأ من اثنين نصين، ونروح نبدأ هنعملهم من الودن دي للودن التانية، نبدأ نعدي عند الغرز، نختار أول غرزة، نعدي الابرة زي ما احنا شايفين من وراها، ونبتدي ناخد الخيط من النص، زي ما احنا شايفين بعد ما تانيناه نعدي نكون حلقة، نعدي الأطراف دي من الحلقة دي، ونربطهم بعقدة زي ما احنا شايفين ناخد خيط تاني، نكرر من اثنين نصين، ونسيب غرزة، ونروح للغرزة اللي بعدها، ناخد الخطين دول من النص، نعديهم بالراحة، بالابرة، ونعدي الخيوط دي من الحلقة اللي كوناها ونكمل العقدة نكرر بنفس الطريقة، باقي الخيوط نسيب غرزة، وبعد الغرزة دي نختار الغرزة اللي بعدها، نكرر عندها نفس الخطوة بعد ما وصلناهم كلهم بالشكل ده، هنبتدي نقصهم كلهم بطول واحد هنستخدم دبوس او قبرة، ونبتدي نفك نسيج كل خيط زي ما هنشايفين عشان نوصل للشكل ده، ده هيكون الشكل اللي هنعمله لفروة الخروف وهننفذ الإيد التانية بنفس الطريقة وبنفس الخطوات وبكده اكتمل معانا الجوانتي لو عجبكو الفيديو ده، ما تنسوش تعملو شير ولايك، ولو عندوكو أي استفسوار اكتبوه في الكومنت، وعلشان يوصلكو كل جديد لينا، اعملو سبسكرايب لقناتنا، وشكراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة